اذا جنت غير مشترك في القناة لا تشترك لان صراحة الاحصائيات اللي تقول انه اللي قاعدت فاعبعونا كلهم من خارج البلد فهذا تصير كلنا من داخل الولد ونتوحد من خارج القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم مصطفى من قناة موغيمينيو واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة في لعبة قهر اونلاين صراحة عندنا عندي صديق يعني عزيز الله يكفيكم شر المرض ياريت تدعو لكلكم انه الله يداوي من مرضه ياريت اذا ما جنت مشترك ياريت تشترك في القناة وتفاعل زر الجرس لان صراحة الاحصائيات قاعدت قول انه كل يعني غالب اللي قاعدت تابعونا هم من خارج القناة وليس من المشتركين من القناة فياريت تشترك وتفاعل زر الجرس عامودي وصائي كل الجديد وخلونا نبدأ في الحرفان اليوم طبعا الغباء مات اللعبة بشكل مستفح الحالة صاير راح نحكي عن هذا المواضيع عظيم في اكو تعليق لنا نحكي عن مهرجان السحابة اللي هو هذا القرد المميز انا عايفين اللعبة كلها ونحكي عن القرده يا اخدتش علينا بالقرده مهرجان السحابة هذا المهرجان تقدر تحصل من عنده على مطية اللي هي السحابة الميمونة والسحابات الباقية هذا ان السحابات السحابة الخفيفة السحابة الكرز وسحابة ملونة كبيرة والسحابة الميمونة شنو الفكرة مات المهرجان اكو مهرجان نزل بنفس هاي الفكرة بالضبط قبل فترة بعيدة نزل الاشتراكة بالحساب القديم مالي اللي هو تيجي على هذا القرد تدخل من عنده الى قلعة السحابة يقولك راح تقدر تبقى هنا لمدة نص ساعة فمثل ما تلاعظون هذا الوقت تبدا يحسب هسه راح يحسب انها نص ساعة وبعدين راح يطلعنا من هذا المكان شا السوب هذا المكان راح تلاعظون طيح حصلت خلاصة السحابة الساطع هذا صندوق الوام طبعا راح يضال يطلع هنا مادر ليش تعتقد اكو فات خطأ باللعبة هو مو كل مرة راح ينطيك سحابة مرة ينطيك مرة يقولك ما كو ما لقيت شي فهذا الصندوق راح يضل طالع هنا ومو كل مرة ينطيك هذا الصندوق طبعا ما لقبيه طبعا راح يضل يضيع لك وقت طويل جدا لان تقريبا كل اربع مرات يعني ما تاخذ شي يلا مرة واحدة تاخذ شي ممكن اكثر يعني يعني انت وحظة كم متى المهم هذي طبعا تدخل الى هذا المكان راح تلقى كل الوحوش من هذا النوع وحش السحابة الوحيد طبعا شلون وحيدة هو مليان المكان مليه واحد وش سحاب يشعذهم شنو الواحدة بالموضوع يعني حتى الواحد يسر عنده صداقاته هواية مهم هذا اه ضل تكتل بدولي مثل ما تلاعظون قاعد ينطونا خلاصة السحاب الساطع هذا خلاصة السحاب الساطع شنو تسوي بي جوهرة السحاب هذي مستوى واحد دوس عليها باليمنا تقدر تطعمها فاسا خلنا نحصل الجائزة اليومية او قبل خلنا نطورها نقدر نطورها اليوم راح تاخذ ما عندك ثلاثة من اه خلاصة السحاب الساطع هذي وبعدها راح تطلب من عندك اه خلاص سحابة يعني اعلى من مستوى هذي راح نقول لكم شاطع صنع على الباقات ففي اليوم الواحد تقدر تطورها ثلاث مرات بواسطة يعني اقل سحابة وبعدين راح تقوم تاخذ من عندك من النوعية الثانية السحابات السحاب السحاب سحاليا صار مستوى اثنين السحابة هاي اللي عندنا على العموم هسا حاليا نطورها ثالث مرة بس جوهرة السحاب الساطع شوف مثل ما تلاحظون كل ما تطور مرات طعا تطيق جائزة نطورتنا اثنين حجار ناجم شفق واحدة حبة التدريب الخاص هذي السبع ما يقدر نطورها بخلاصة السحاب الساطع ليش لين صارت موساطعة صارت صائعة طي خلينا نطور كل ما صارت جوهرتها هذي اللي عندك مستوى اعلى راح تقوم تنطيق جوائز افضل من اللي قابل من المستوى اللي قابلة اللي هي عبارة عن نقاط دارس نقاط طاقة اعتقد تصير غير شي من تطور بعدين لكن مهم هاي جوهرة يومية تحصلها من نهنانة اه في اليوم مرة واحدة طبعا لان هي اسمها يومية اصلا هسا حاليا شلون نحصل على الجوهرة الثانية خلاصة السحاب السماوية تحتاج من هذي خلاصة السحاب السماوية طبعا نجمع من عندهن هسا راح تقول لي شلون خلاصة السحاب السماوية تحصلها من خلال انه انت تدمج من هاي التسعة وعندك فرصة انه ينجح او يفشل اذا نجح راح ينطيلك من هذي اذا فشل راح تروح التسعة وما يتضطيلك شي طبعا ما تلاحظين حصلنا من هذي البيضة هاي البيضة تستخدمها وتنطيلك خلاصة السحاب السماوي او ساطع يعني انت وحظك فاكيد راح تنطيلك من هذا مية بالمية هسا حاليا صارت عندنا تسعة من خلاصة السحاب الساطع خندوس لعم جميل نجحة هسا نجح هذا طبعا لا تضيعون وقتكم انه قاعد تشرحون بداخل المكان لانه سراع نص ساعة واني ضاع نص ووقت بس قاعد يشرح لكن على العموم هذي هسا حاليا احنا طورناها مرتين فقط هاي المرة الثالثة هسا تمام هسا حاليا طورناها لثلاث مرات بواسط خلاصة السحاب السماوي هسا راح يحتاج من عندك من تدمج تسعة من هذا راح يصير عندك فرصة انه ينطيك من خلاصة السحاب المبجل وايضا نسبة مو بيئ بالمية فممكن ينجح ممكن يفشل السحاليا عندي من هذا ستة فما راح اقدار ادمجهم اصلا اه على العموم هذي الفكرة من المهرجان كله وهسا نلقى صندوق الصندوق طبعا ممكن ينطيك من اول سحابة ممكن ينطيك من ثانية سحابة انت وحظك الجوهرت السحاب هذي يعني من يوصل الى مستوى معين راح تنطيلك مطية فمعلومة لو خنضيفها في كل يوم راح تتحدث لهاي الجوهرت السحاب فتقدر تطورها من جديد يعني بخلاصة السحاب الساطع ثلاث مرات ومن هاي ثلاث مرات ومن الوراها ثلاث مرات فمثلا اذا اليوم طورناها من هذا النين بارتشر راح تطلب من اول واحدة فهي شي يعني موضوع مو انه يعني ابضل تطلب لك من المبجل او تطلب من هذي لا راح ترجع تطلبك من الاول ثلاثة بثلاثة بثلاثة ايضا نفس الشي هذا المهرجان طبعا همتها يقول لك فتشي سخيف اللاخ اللي هو مثل ماذا الثعالب يقول لك اذا جي مع السحابة خفيفة وسحابة كرز وسحابة ميمونة تقدر تيجي على هذا القرد تقول لها ازمج لي اياهم راح يسوي لك سحابة ملونة كبيرة يعني بدال ما يكون عندك ثلاثة راح يكون عندك واحدة بس مغيب متى من مستوى الخمس نجوم يعني شنو الفايدة الصراحة اني لسا ما افتهم شنو الفكرة من هاي الشغلة هذا بالنسبة لهذا المهرجان اتمنى انه الشرح يكون مفهوم اذا كان اكو استفصار عن هذا المهرجان فقط تقول يا اسفل الفيديو ان شاء الله انا اجاوب عليكم تأميمة منتصف الخريف طبعا ذاك الفيديو ما عرفت شنو شلون نجيب ذني الكيكات الفضية ومادري شنو قلت انه هي عن طريق الترتيب لكن طلع الموضوع موهيج الموضوع اعقد من انه يكون على الترتيب يعني كان للترتيب كان احسن والله الموضوع شنو انه انت تجمع من نردن منتصف الصيف الخريف هذا تجمع تجمع تشمع الان الله يكلمك وينطولك صندوق من فئة اس او فئة يعني فئة عالية يعتبر ينطيك احجر زائل بلاس اربعة او الصندوق اللي يحسن من يطيك زائل خمسة او زائل ستة المهم لا 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 من يجيك هذا الصندوق تفتحه وتاخذ الجائزة مالتا راح ينطيلك كيك انه حاسية او كيكة فضية او كيكة ذهبية حسب مستوى الصندوق فعني شنو هذي تعتمد مليار بالمية على الحظ واني بعد متاعب ومشقة اجاني الصندوق اللي ينطي هذا اللي اجاني طبعا اجاني هذا نطاني حجر بلاس او اربعة وايضا نطاني كيكة نحاسية طاني اجاني نحاسي فراح اقدر ابدله بحجر بلاس خمسة او مية جوهرة طلسم عالمي او تبدله بجوهرة او تلاثين جوهرة اسطورية نقية هاي اللي ما يعرف شين تسوي هذي ترهم للتورجان راح اطور له في سجلات السلاح مالتا والاخبطة هذي كلها صراحا يصير التورجان لمدة يوم كامل يعني راسي لشان راح ينفجر من كثر الاشياء اللي يضاي فيها ما افتهمت اي شي من عنده ذاكرا جعت راهب مرة ثانية هاي السحاليا يعني تقريبا احسن شي نسوي انه نبدلها بحجر بلاس خمسة او ننتظر الان نجمع ثلاثة كيكة نحاسية واثنين من هذي الفضية راح ناخذ طلتم اصفر عشوائي نادر وهذه من سابع المستحيلات يعني فهذا تحلم اصلا تجي لك كيكة ثانية اذا جدتك واحدة فبوس ايدك وجهه قفة انه جايك واحد اصلا هذا الموضوع طبعا اكفت شي غبي الى درجة كبيرة في هذه اللعبة وانا النواة تسوي هذه الحلقة على مود هذا الموضوع الغبي اللي صار باللعبة طبعا من تجي على هذا انا شراحت هذا المهرجان في الحلقة اللي راحت اللي يريد يشوف الشرح كامل فقط يضغط على علامة التعجب وهو راح يشوف الشرح اكو هنانا جنود مجضوعين ميتين طايح حظهم وينهم جندي مجروح طبعا هذا المفروض هاني قلت انه في اليوم تقدر تحصل الستة نرود من عنده المفروض قاني اصلي اسبوع كامل ما قاعد اقدر حصل من ذولي الجنود اي شي كل ما اجي على واحد اقول له عالج هذا الجندي ظل ما مبوصيت شي ساعة بعدين يقول لي انت جمعت الست نرود من انتك اليوم اي وين جمعتها اني طبعا ما قاعد اجمعهم وين اول واحد جندي اروح عليه يقول لي انت جمعتنا هي طبعا الخبائمات اللعبة طلع انه هاد النرود من يصر عندك بالحقيبة ستة وتجي لتاخذ جندي يقول لك انت مجمع عن الستة فلازم بالبداية تفرغ النرود اللي عندك بعدين تجي تجمعت لني النرود اللي هنا اني لما نفوت لهذا المكان نكتل المعتدين خمسين واحد من عدهم راح ينطي لك ستة نرود بعدين تكتل يطيك اثناعش واحد بعدين يجي على دولي الجنود على مود اخذ من عده من نرود لا انت عندك اكثر من ستة في الحقيبة لان ما لك اليوم فرحت استخدامت النرود بعدين رجعت له سواء الله صدق ونطاني واني صار لسبوع كامل ما ما اخذ ولا نرود من هاي السال فالمعافنا يعني الصراحة هذا الغباء ما لهم يعني يقول فرغ النرود اللي عندك وسع مكان بالحقيبة سوي اي شي مو تقول اليوم ما كوي لك انا انا اطالي والله انه اللعبة بيها خطاء والجنود بعد ما ينطون قلت هذه يعني عد الكل بس طلعت انه بس انا طبعا شي غبي الى درجة والله يعني اشعر بالاسف على كل لحظة قضيتها بهاي اللعبة منشفت هذا الكمية الغباء اللي بيها خلنا نرجع قمر ونذهب هذا النرودات شوف شنا طاني عشوائية يعني حتى ورا هالمذلة هذي كلها وينطيني عشوائية لا اله الا الله هذا الصراحة هذا الادم اللي هنانه لابس الهدوم والجدتي يقول لك تحقق من ترتيب النار طبعا سمسما واحد هو اول واحد بالترتيب المبين انه الاول اللي يصير بالترتيب ينكتب اسمه على هاي الجدة فسمسما صاير ولد معنه واصل ولد لكن الشخصه ما تبنى حلقة غير الشخصية قلبها ابنية مو ولد المهم هذا الذي كان عندنا اليوم في الفيديو اتمنى الفيديو كان اعجبكم اذا كانتكم اي استفسارات فقط اتبعنا لها اسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته